أبو خليفة من الإمارات يقول رأيت في المنام أنني جالس بالقرب من جبريل عليه السلام هو على هيئة إنسان فقلت في نفسي لماذا لا أسأله في مسألة مختلفين فيها المسلمين فسألت وأجابني هل إجابته يلزمني العمل بها أبو خليفة من الإمارات بارك الله فيك ورضي الله عنك أولا أخي الفاضل بالنسبة لما رأيت من جبريل على صورة إنسان وسألته مسألة وعجابك إن كان هذا الجواب مشروعا يعني العمل عليه مثلا أو هو قول وعليه أدلة فالحمد لله ما أتى هذا الذي رأيته بجديد فتعمل به لا لأنك رأيت الرؤية وإنما لوجود هذا الأمر المشروع ولله الحمد أما إذا قال لك بأن افعل كذا وهو على خلاف النص على خلاف الدليل فلا تعمل بهذا بارك الله فيك فقد تكون رأيت شيطانا هو يقول لك هو جبريل أو في صورة إنسان يقول أنا جبريل قد يكون شيطان يخدعك فإذا كان دلك على مسألة فيها خلاف والخلاف ضعيف بحيث قال لك المسألة افعل كذا وهو مصادم للنص هذا لا يجوز بارك الله فيك خاصة وأن القاعدة الشرعية أن الأحلام لا يأخذ منها الأحكام هذه قاعدة الأحلام ما تأخذ منها الأحكام فإذا رأيت يقول لك قل كذا افعل كذا وهو مشروع أصلا في الكتاب والسنة ما أتى بجديد وقد يكون هذا استئناس لك من باب الاستئناس حتى أنك يعني يزيد يعني يزيد عندك الأمر قوة على أن هذا مشروع بارك الله فيك اشتركوا في القناة